يعني بطل عشرين واحد وعشرين اللي هو النادي الاهلي بطل عشرين ايه ده شغلتلي اليوتيوب وراي مين الفرق اللي هتروح كاس العالم للاندية سنة عشرين خمسة وعشرين مع النادي الاهلي والوداد المغربي بالنظام الجديد للبطولة اتنين وتلاتين فريق السؤال اللي محير الناس كلها وكل عمال يسأل مين هيروح مع الاهلي والوداد خصوصا ان الاتنين وصلوا لانهائي دوري ابطال افريقيا للسنة اللي احنا فيها يعني كده كده في بطل هيتكرر فمين اللي هيروح كل الفرق هات الجنن عايزة تروح البطولة اللي هتكون طبعا مميزة جدا هجاوبك على السؤال ده وبعد ما نخلص الفيديو اوعدك انك هتسقف لي وتقولي فهمت كل حاجة من الفيديو بتاعك لكن قبل اي حاجة وقبل ما جاوبك كده لايك للفيديو الشير على قد ما تقدر خليه يوصل لكل الناس عشان يفهموا الموضوع هيبقى ماشي ازاي بالزبط واكتب لي في الكومنتات توقعاتك من بطل دوري ابطال افريقيا للنسخة اللي احنا فيها هل النادي الاهلي ولا الوداد مين هياخد البطولة مطشين في منطقة الصعوبة داخلين عليهم هل النادي الاهلي ياخد البطولة الحادية عشر بالنسبة له ان شاء الله ولا الوداد ياخد البطولة الرابعة ليه في تاريخه الله اعلم ايه اللي هيحصل مستني كومنتاتكم وتوقعاتكم وخلينا نبدأ كده وجوبك على السؤال اللي محير الناس كلها بطولة عشرين خمسة وعشرين لكاس العالم للاندية في السعودية الفيفا قالت ايه قالت هتاخد من افريقيا اربع فرق هيكونوا موجودين طبعا بطولة جديدة ونظام جديد والناس كلها نفسها تروح هيبقى عبارة عن مجموعات وفرق اوروبية كتير وبطولة مميزة قياسية كل الناس نفسها ان هي تشارك فيها النادي الاهلي والوداد حجزوا مقعدين خلاص ليه بقى لان الفيفا قالك انا هاخد اخر اربع ابطال لدوري ابطال افريقيا مين هم اخر اربع ابطال سنة عشرين واحد وعشرين النادي الاهلي كان بطل البطولة فرايح خلاص رسمي سنة عشرين اتنين وعشرين الوداد كان بطل البطولة فهو كمان رايح رسمي سنة عشرين تلاتة وعشرين اللي احنا فيها دي الفاينال بيتلعب بين الاهلي والوداد يبقى البطل هنا هيكون مكرر ايا كان الاهلي ان شاء الله ولا الوداد المغربي فبطل مكرر لسنة عشرين تلاتة وعشرين وعشرين اربعة وعشرين لسه السنة الجاية الله اعلم المنافسة مفتوحة ممكن اي فريق يقدر ان هو ياخدها ممكن صندوينز الجنوب افريقي ممكن الرجاء ممكن الترجي ممكن الزمالك ممكن اي فريق كده الله اعلم مين اللي هيقدر يحصل على بطولة السنة الجاية اللي هيحصل عليها برضو رايح رسميا لكاس العالم الامدية سنة عشرين خمسة وعشرين وهو حطت رجل على رجل من غير ما يدخل في اي حسابات طب لو الاهلي او الودات خدوها السنة الجاية كمان وارد ان هم ياخدوها الاهلي بيسيطر على كل البطولات والوداد مؤخرا من اقوى فرق افريقيا فوارد جدا ان هم ياخدوا السنة الجاية كمان البطولة يبقى سنة عشرين تلاتة وعشرين وعشرين اربعة وعشرين بطل مكرر خلينا اقول لك كده في حالة ان يكون البطل مكرر ايه اللي بيحصل هل الوصيف هو اللي يكون موجود اصلي الزمالك يقول لك انا وصيف عشرين عشرين فاروح انا يا عم ده بطل عشرين عشرين اصلا مش رايح تروح انت عشان وصيف عشرين عشرين ازاي ساندونز يقول لك انا عامل اداء قوي جدا في اخر سنين وبصعد على طول من المجموعات وعمل ارقام قوية خدوني انا يا عم ازاي ناخدك انت ولا بطل ولا وصيف ازاي ناخدك لكسر عالم من الامداء الرجاء يقول لك انا بطل الكونفيدرالية عشرين واحد وعشرين الترج يقول لك انا واخد بطولتين لدوري ابطال افريقيا سنة 2018 2019 خدوني انا هي مش كده هي ليها نظام نظام نقاط هو اللي محطوط طيب نظام النقاط ده بيقول ايه في الوضع الحالي بيقول ان النادي الاهلي هو رقم واحد على افريقيا ودي حاجة احنا عارفينها ما احنا دايما رقم واحد على افريقيا رقم اتنين الوداد المغربي حاليا رقم تلاتة الترج التونسي رقم اربعة صندوينز الجنوب افريقي ورقم خمسة الرجاء المغربي ورقم ستة الحمدل على السلامة الزمالك المصري موجود في رقم ستة عندنا ده الترتيب بتاع الفرق في افريقيا في السنة اللي احنا فيها دي وفي الوقت الحالي طيب بعد سنتين الكلام هيكون ايه والله الله اعلم ممكن الترتيب ده يتغير طبعا ممكن يتغير ممكن فرق من المقدمة تبقى بطوع كده وما بتروحش اصلا دوري الابطال فتتراجع في المستوى ممكن فرق تانية تاخد كوم فدرالية تاخد لها سوبر افريقي تصعد من المجموعات وتوصل للنهائي مثلا وتخسر وتبقى وصيف دوري ابطال افريقيا فتزيد في النقط وارد كل الكلام ده يحصل فوارد الترتيب ده يتغير لكن الترتيب الحالي النادي الاهلي رقم واحد الوداد رقم اثنين تلاتة الترجي اربعة صندوينز خمسة الرجاء وستة الزمالك المصري ده الترتيب الحالي والله البطل بتاع السنة دي كده كده مكرر البطل السنة الجاية لو مش مكرر صندوينز مثلا اللي خد البطولة يروح على طول لكاس العالم الاندية عشرين خمسة وعشرين ساعتها عايزين بطل عشرين تلاتة وعشرين اللي هو مكرر الاهلي او الوداد ناخد حد مكانهم مين اللي مكانهم ابص على التصنيف ده الاهلي رقم واحد الوداد رقم اثنين رقم تلاتة الترجي وما خدش بطولة هات للترجي ساعتها هو اللي يكمل الاربع فرق دول طب لو السنة الجاية كمان الاهلي خد البطولة او الوداد فاتكرر برضو ساعتها اخد في التصنيف الترجي رقم تلاتة سانداونز رقم اربعة هات الترجي هات سانداونز هما اللي يروحوا مع الاهلي والوداد الموضوع تصنيف يا جماعة طيب ازا مركوية اللي عايزين يروحوا كاس العالم الاندية بالحب كده فرصتهم ايه للصعود للبطولة فرصتهم والله ان انت تطلع تاني الدوري السنة دي وصيف الدوري بعد النادي الاهلي فتروح دور الابطال السنة الجاية وتقدر ان انت تاخد البطولة ساعتها تروح على طول كاس العالم الاندية ما حدش يقدر يكلمك وانتحطت رجلي على رجل طبعا الكلام ده مستحيل والكلام ده صعب جدا بقالهم فوق العشرين سنة ما بياخدوش البطولة وصعب اصلا ان هما يطلعوا مركز تاني في الدوري لكن هو دي الفرصة اللي موجودة عندهم لسه الكرة في الملعب يقدروا يعملوها اه يقدروا يعملوها هنشوف الزمالك هيعمل ايه هنشوف مين اللي اربع ابطال اللي هيكونوا موجودين ويمثلوا افريقيا سنة عشرين خمسة وعشرين قدام العالم كله في كاس العالم بنظامه الجديد اللي هيكون مميز جدا ولولي توقعاتكم في الكومنتيات شايفين من افضل اربع فرق يروحوا يعملوا اداء في كاس العالم يروحوا يبهروا العالم كله ويقولولهم افريقيا فيها كرة محترمة الاهل والوداد خلاص رايحين من وجهة نظري نفسي صندوينز يروح بصراحة نفسي يروح لانه عنده كرة محترمة جدا يقدر يقدر يقدمها ونفسي يا الرجاء يترجي اللي هيكون افضل فيهم سنة عشرين خمسة وعشرين يروح لكاس العالم قل انت توقعاتك في الكومنتيات وتمنياتك شايف مين اقوى اربع فرق في افريقيا وتتوقع مين اللي هيروح وتوقعك بقى من بطل دوري ابطال افريقيا بين الاهل والوداد السنة دي عشرين تلاتة وعشرين السنة المميزة جدا ان شاء الله الحادقة عشر للنادي الاهلي ولا الوداد ياخد الربعة وتالب بطولة ليه من النادي الاهلي مطشين هيبقوا في منطقة الصعوبة وبإذن الله اكون موجود في استاد القاهرة اشجع واقاذر النادي الاهلي اللي رايح الستاد كده يقولي في الكومنتات برضو نتواصل مع بعض ان شاء الله ونتقابل في الاستاد لايكات كتير للفيديو الشير على قد ما تقدر خلي الفيديو يوصل لكل الناس اشترك في قناتي على يوتيوب وفعل الجرس وفعل صفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد سلام بمشجعة الترجي التونسي اللي بدأت كده وعملت فيديو بتتكلم فيه على نادي الزمالك بعد ما هي سمعت فيديو من واحد من مشجعين الزمالك بيقول على الترجي بعد خسرته من النادي الاقلي انه هو مهزق افريقيا فطبعا الكلام دقيقة جدا بتشجع نادي الترجي وده حقا انها تدافع عن النادي بتاعها والبنت تكلمت بمنتهى الاحترام بصراحة هتقولي ازاي شتمت الزمالك وبتتكلم بمنتهى الاحترام هقولك واحدة واحدة خلينا نمسك الفيديو بتاعها كده ونشوف قالت ايه اول حاجة قالت ان هي شافت زمالكاوي قالت ترجي مهزة افريقيا طبعا واحد زمالكاوي بيشتم الترجي انت هنا بتشتم الترجي ليه مجرد انه خسر من النادي الاقلي تلاتة على ملعبه طب انت دخلك ايه في الموضوع هل انت طرف في المباراة لا هل انت لسه موجود في البطولة لا انت ايه وضعك في البطولة خرجت حصالة المجموعة والترجي كان متصدر مجموعتك فانت ملكش حق ان انت تشتم الترجي او انك تقول عليه مهزة افريقيا